اليوم دولة اليوم نحن بسدد مرابشة حد المعدينات معدينة كرونية وهي عدد بطارات الجيز تعتبر جيد بشكل نطبع على السعيد كروني لأن مشكلة بطريق المشكلة العالمية تخصف فيها مجموعة الطولة سواء المتخدمة أو الدول المتأخرة طريق اليوم لكن لكل دولة لها مصنعية وخصف فيها الدولية ومتأخذها بعيدة بطارات بلدنا المغرب كانو مشكلة ويبقى حينوهم يعني يكون مثل في ثلال يعني سائرة على طريق اليوم أو الضول التي يسمحنا في مصور أو الضول صعيد لكن كيف يحدثنا اليوم، نقسادات المرابشة هذه المؤهدات ربما البعض نحن الآن أو اليوم هناك مؤهدات كبيرة لكن إذا أرمناها في المستقبل أو إذا اقتضموا بيدي الأشياء نجدها هشة منطقتنا هذه مؤهدات فلاحنا وكذلك وكذلك يدخل بجادة سلعة قيدية لكن تبقى دائماً حشة نظرة التقلبات المناخية وخاصة خطأتها يندر بإشكالية نظرة هناك التحدي يتعامل وهذا يرغي إلى نقاش آخر وفي هذا التراب ما هي المؤهدات التي يمكنها ويستوفر عليها منطقة أخرى داخل زمن تلك الوقت لأن المناخ لأن هذا قد يكون مؤهدات تداول بين الأشياء لكن اليوم هذا كله اليوم أدنى تدعيش تدعيش ماشكالية الاستمرارية ونحضر التكوين من نهانين أحد الشباب طموح لأنه ماشكالية لأنه تدعيش ولكن تدعيش هذه المعادلة نتعلم الجيهة تدعيش حقيقة تدعيش مستعد ومعارضة ومعاملت الاشتراكات كل جهة جهة لأنه ليس بطيب وهذا موضوع طويل أنا أسأل بعد إغراحت كيف يمكن أن يغرأ أسماء جبال ويغرأ المستدبين على القطاع الخاص لكي يستطور في الجهة لأمر المحفزات لكي يمكن أن يكون مستدبين داخل فيها لأن الجهتين لا يوجدها واحدة لا يوجدها موحدة كبيرة كباق المدون الأخرى لا يوجدها على الساحل أشطم وأشطس في الويب عندها وربما كان إشكالي أستطور كان المفرطان خطو فرصي لأننا نتحر على جيه المستدبين لأن المستدبين مستدبين وحوافز عزيزة وموضو خرية كي يستطور في الجهة نخدم بين أحد الأوراش في المطبع السراع الفلاحي فيها الجهتين تروح بجهود ومشكور عليك تقضائي من يعني تأيما واحتشم كان عادي أن ألوات الصناعية والصناعة الفلاحية الصناعة الغيارية في الاستثمارة كانت تطلب مساحة كبيرة يعني كل واحدة صناعية تطلب مساحة كبيرة وماذا تطلب مساحة كبيرة كان الشعور المتامل تبعطها تبعطي من تيمدر واحدة كبيرة صناعة فلاحة كبيرة وهناك يدبسي محافز أختلاف ذاك كذلك أدنا إشكالي الأخرى هي ديالة إغراغ أو جد القطاع الزيت المهيكل أصبحت مهيكل وهذه هي موعدلة القطاع الزيت المهيكل هو قطاع صغيرة وأشياء مصغيرة لأنها أسعاب لكي تبحث لكي تحول من القطاع الزيت المهيكل إلى القطاع المهيكل مثلاً من بدل مشهود كبير من جهة أمور الدولة أخيراً لدينا كل دولة لنبدل المفهوم لأن الدولة تعملت مع القطاع الزيت المهيكل ومع المقاولات لقد أكدت الدولة ممتصرة على الشرط الإيجابي وحددتها وزيري والدريبة لا تتدفع الدولة إلى الطريبة لنغيرها التقافض لدولة شريك شريك لدى المقاولة شريك لحقيقه فيه ما تربيح الدولة بها الشركة؟ شركة أن الدولة تظل شريكة لدى المقاولة لقد فراءه هذا هو الشرعة الحقيقية لا يشتغل أفن أحد الدريبة يتقال بجلوها من الشركات لقد دراعيه لا بالعكس رب الله احدهم يعلقين معرفة شكرا